أهلا بحضراتكم معانا لتفاصيل الأخبار نبتديها من متابعة السيد الرئيس زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة للموقف الانشائي والهندسي لمشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية وده جي في اجتماع السيد الرئيس النهاردة مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار الرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين الاجتماع حصل فيه متابعة للموقف الانشائي والتنفيذي لمنشآت العاصمة الإدارية وصير العمل بعدد من المشروعات القومية خصوصا الطرق من ضمنها توسعة طريق صلاح سالم بداية من مساكن شارتون بمصر الجديدة لغاية كورنيش النيل طبعا عنده مشروع كبير جدا سيد الرئيس وجه بتدقيق الدراسات ذات السلة بتطوير محور صلاح سالم لمروره بوسط القاهرة التاريخية والقاهرة الإسلامية على نحو يحافظ على قيمة هذه المواقع الأسرية ويحقق سيولة مرورية يخفف الأعباء على المواطنين وأتمنى من الأجهزة التنفيذية متابعة هذه المشروعات بعد انتهاء تنفيذها لكي لا يلوثها أحد كما تحدثت في المقدمة عن كبري متحف الحضارة